أعجوبة من الله قطة تقفز على كتف إمام مسجد بالجزائر وتقبل وجهه أثناء تأديد صلاة الترويح السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد سبحان الله حضي مقطع فيديو لقطة تصعد على كتف إمام أحد مساجد في الجزائر أثناء تأديته صلاة الترويح في شهر رمضان المبارك بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تدوله بشكل كبير في وسائل الإعلام الغربية ونشر القارئ الجزائري وليد مساس وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريت شرقي الجزائر الفيديو على صفحته الرسمية في الفيسبوك وأرفقه بعنوان سبحان الله حتى الحيوانات تخشع لكلام الله حيث وقع المقطع لحظة تسلل القطة إلى محراب مساس وصعودها فوق كتفه وكأنها تداعبه بينما هو يربط عليها بلطف مواصلا تلاوته صلاة الترويح قبل أن تستقر على كتفه للحظات ثم تقبل وجهه وتغادر حيث حاز هذا الفيديو إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي كما تدولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية ممن استحسنوا حسن معاملة الإمام للقطة